فدرالية المازوت نفق مجهول أدخلت ميليشيا حزب الله نفسها فيه بصفتها المنقب لكن تداعيتها بدأت تظهر مبكرا حيث يسيطر الإرباك على حكومة أولا وعلى حزب الله ثانيا مع الإعلان عن وصول الصهاريج الإيرانية اليوم إلى البقاع وفقا لموقاع جنوبية فزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله يحاول التخفيف من حجم الحدث مانعا لاحتفالات بوصول الصهاريج إلى بعلبك ودعا لتوزيعها إلى وجهتها وبحسب موقع جنوبية دعوة نصر الله تمهد لتراجع تكتيكي عن مسألة البواخر لافتا إلى أن حزب الله يحاول تمصم عالم هذا العرض لأنه مكلف ماديا وشعبيا وسياسيا عليه وأضاف موقع جنوبية أن من عادة حزب الله التلطي وراء الدولة وواجباتها من منطلق عدم الاعتراف بسلطه أو علاقته بأي من المواضيع غير أن ملف البواخر فتح أمامه أبوابا لا يمكن أغلاقها بسهولة أولها كيفية توزيع المازوت أو حتى الجهات المستفيدة منه وهنا الإشارة إلى المناطق المسيحية والسنية والمخيمات خارج البيئة الشيعية الحاضنة أما الباب الآخر فمادي أي كيفية قبض ثمن المازوت والبنزين في وقت قيل إنه هبة إيرانية أو اشتره رجال أعمال الشيعة وهكذا من المفترض أن يتحمل حزب الله جزءا من الكلفة وهما لم يكن في حساباته بحسب جنوبية وفتح أيضا باب التبرير لكل حزب وطائفة بالقفز فوق الدولة وإقامة فدرالية الغذاء والمحروقات طالما أن حزب الله لم يأخذ ترخيصا ومرر نفطا غير مجمرك يأتي ذلك في وقت أزاحت إسرائيل تهديدها بالتحرك ضد شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان كونها للاستخدام المدني حيث أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن التل أبيب ليست لها أي مصلحة في وقف شحنات الوقود في ظل الفوضى التي يمر بها الاقتصاد اللبناني